أهلا معنا الأستاذ الكبير الصحفي بصحيفة الرياضية السعودية أستاذ عبدالغان مرحب بك أهلا بك شمس وكل سنة ومتطيب وكل سنة ومتابعينك بخير وصحب سلام طيب المغرب تعهل تاريخي لم يسبغ لمنتخب عربي أن حقق هذا الإنجاز ده دافئ أم ممكن يكون خلاص محدد طريق للمنتخبات العربية أنه ما تكشى المنتخبات الأوروبية منديال قطر أعتقد أنه قلب كل الحسابات والموازين والتكهنات أوضاع السابقة حوالي الكرة العربية المتغيرة الغير ثابتة الضعيفة اللي بتنهار أمام القوى الكبيرة والمدالس الكارورية الكبيرة والمنتخبات العالمية نفسيا منديال قطر فتح الطريق أمام كل المنتخبات العربية التي شاركت في هذا المنديال أو لم تشارك في هذا المنديال كون السعودية تفوز على الأرجنتين؟ بداية قوية جدا لأي منتخب عربي أنه ما يخافش من ميسي ولا رفاق ميسي ولا اسم الأرجنتين لما تونس تفوز على فرنسا بطل العالم أكيد رسالة تانية للعالم كله أن الكرة العربية في تقدم وخلاص يعني تركة الخوف والقلق النفسي أو الأسماء أو الانشغال بكل الأسماء الكبيرة في عالم الكرة تآهل المنتخب المغربي لدور التماني الأول مرة كأول منتخب عربي يصل إلى هذه المرحلة أكبر دليل على أن المنتخب وأكبر ده على أن الكرة العربية حلاص امتفضت انتفاضة كبيرة جدا والسبب في هذه الانتفاضة هو أن المنديال بيقام في بلد عربي جماهير عربية إعلام عربي جو عربي حتى الأجواء الاجتماعية والدينية كلها أجواء ساعدت كتير جدا على أن المنتخبات العربية تتخلص تماما من كل الخوف اللي كان بينتابهم قبل ذلك أعتقد منديال قطر فتح الباب أمام كل المنتخبات العربية طبع شونا منتخب المغرب أمامهم التونس أمام 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 البرتغال عفو إذا لم يقع لعبه المغرب في فخ ضعف الياقة البدنية والإرهاق الكبير اللي عملوا نتيجة المبارات السابقة أعتقد أن المغرب هيوصل بعيد جدا جدا ويحقق المفاجأة التانية إن شاء الله بنفوز على البرتغال شكرا الكبير حققوا المنتخب المغربي سعيد جدا أنه يكون عندنا استطلاعات مع وجوعة من الصحفيين المغاربة أستاذ سوفيان جبرون صحفي بصحيفة جود وموقع جود الإلكتروني أكبر المواقع المغربية أكبر مبروك التاهل رأيك في التاهل والفرحة الكبيرة وهل تتوقع أنه ما زال ما زال؟ إن شاء الله ما زال ما زال بما أننا يعني قدرنا نحقق هذا الإنجاز هذا وأننا نتأهله يعني ما فقر شي حاجة قدامنا يعني كتعني صعوبة أي فريق جاء بسم الله أي فريق جاء يعني نقدروا نربحه علش الله بما أننا عدنا يعني مدرب دكي يعني كي حق خطط لي يعني واعرة وحتى اللعابات يتقاتلوا باش ما يدخل حتى شيء هدف للشبكة يعني نقدروا نوصلوا بعيد وعلش للفينار طيب سوهيان ممكن المنتخب المغربي ما كان يعني مرسح إنو تصدر المجموعة تصدر المجموعة تخطى سبانيا لحفو الطريقة البرتغال كيف تنظر إلى هذه المواجهة المغبلة؟ آآ ما صراحة كي يجيني موضوع عادي خوصا أنا نفلو يعني كنا داخلين غير بش آآ معاولين غير على ندوزهم للدور الأول ونرجع بحالنا المغرب آآ الآن كنشوفوا أنا يعني قدرنا أنا نوصلوا باش نواجهه البرتغال فهذا كي بلي أنه إنجاز والفضل كامر راجع للعاب اللي اعطاوه الجهة ديالهم وقدروا أننا نضربو تال بورتغال بمأننا عدنا مدرب دكي طب جمهور المغربي كان كلمة السيري تتفق معانا في ذاو وهل تتوقع إنو مباراة مقبلة؟ أيضا الأستاذ يكون هو أستاذ البيته بما السمامة؟ أستاذ تومامة؟ طب جمهور كبير حيث كل مرة فيما كتفوز المغرب في مقابلات يجيو جمهور كثير من المغرب كيتشجعوه لأنه يشوفوا أن المنتخب يعني في الراحة ومعطاموا أحد الإنرجي فكيتضاعف العدد وكيتجيو طائرات أكثر من المغرب فأنتوقع إنو غمازال حسب الاتيصال ديالي بالأصدقاء ديالي بالمغرب رغادي يجيو أحد لعداد كبير هم كم طائرة؟ ما عنديش لحد الآن يعني إيش حال كم طائرة غادي جي وده كين الأصدقاء ديالي بالمغرب بزاف ما كانوا جايين ومنين دابت المغرب غير عامل برتوغال غادي يجيوه طب ممكن نغني مع بعض ما زال ما زال؟ ما زال ما زال ما زال ما من البداية من البداية صد ربنا بلاجي خلينا نفكر أنا بربك هذه البداية لا لا في بداية أكثر في بداية أقبل مبروك علينا هذه البداية مازل مازل مبروك عليكم شكرا 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 الأستاذ منير من غنات مراسل غنات الدار المغربية أستاذ منير مرحبك ألف مبروك التاهل شكرا لك شكرا لك أخي على الاستدافة شكرا لكم إخواني جميع الجماعير العربية بخصوص الشيعة ديكم ومسنتكم للمتخب المغربي ونحن فرحانين الحمد لله با تأخيل المتخب مغربي وهذي الحمد لله يعني هذا فوز تاريخي بسبب الجماعير المغربية والجماعير الدول العربية اللي شاتوا كامل طب ديما بنقول هذه البداية وما زال ما زال هل ما زال؟ هل ما زال منتخب المغربي؟ مازال خير مازال عاطية طي ان شاء الله نحن نشوف نحن نشاء الله في المتخب ديانا طيقات مدريب ديانا ويدري رقي والحمد لله كما شفتو في المبارايات اللي قبل وشفتو أكيد اليوم أمس المباراة مع اسبانا اللي الحمد لله المتخب المغربي يقدموا واحد أداء جيد وشرفنا بالنسبة للمتخب شرف المملكة المغربية وشرف جميع جماعير الدول العربية والحمد لله واتش كما شفتو ورا كين في موقعنا كيف يشوف مباراة البرتغال هل هي شبيهة بمباراة اسباني ولا شوية أصعب؟ يا بسبب الإخي والله العظيم بسبب لي كبرتغال كسبانيا يعني نفس يعني الحمد لله كين المتخب قوي بسبب المتخب المغربي والحمد لله احنا كما تزلنا اسبانيا وتزلنا كالادا وتزلنا بجيكا وتزلنا كرواتها الحمد لله قادرين تزلتها ببرتغال وتزلتها إلاجات نتال برازيل مرحبا بيها ما كيش المشكلة خلاص الرحبة والخوف انتو من المنتخب المغربي والطموح اصبح كبير بسبب الحمد لله الخوف ما كايش بسبب الحمد لله الأسود الأطلس يعني قاموا بواحد يعني مباراة كي ما شعرتي بأن تقاتلوا ونجتهدوا وكي روح للقيتال يعني كي ما شفتي في المباراة السابقة يعني الحمد لله متخب غريبير شرف الدول العربية كامل هو شبشة جميع الشعوب الدول العربية شكرا 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 شكرا